اشتركوا في القناة ويقوم بالامساك به واحيانا يبين الامر انه انسان طموح ويسعى دوما الى حصد احلامه دون كلال وعند رؤية الغزال في المنام يمكن التركيز على احلام الانسان الكبيرة في حياته ومدى الاجتهاد الذي يقدمه حتى ينالها ومن الجيد ان يستطيع اللحاق بالغزال ولا يهرب منه لان عدم تمكنه من ذلك قد يبين الاضطرابات الكثيرة التي يقابلها في الحياة والعجز عن اهدافه اي انه لا يحصل على ما يريده بسهولة وعن رؤية الغزال في منام الفتاة العزباء فتكون المعاني التي يؤكد عليها متنوعة فقد تلتقي بانسان في القريب ويطلب خطبتها ويكون شخصا صالحا فيسعدها وتعيش معه في سرور وان رأت ان الغزال قريب منها دون ان يؤذيها فيدل على جمع المال والرزق الواسع وقد تأكل من لحم الغزال الناضج في منامها ويكون بشرى رائعة بزيادة المكاسب والارباح العملية واحيانا تجد الفتاة العزباء ان الغزال يقوم بملاحقتها خلال الرؤية ففي تلك الحالة يدل المنام على السرور وكثرة ابواب الرزق التي تعثر عليها في القريب وقد يكون الارتباط من بينها اي انها تتوفق في الاوضاع العاطفية ايضا بينما اذا الحق بها الاذى فعليها ان تكون حذرة من امور حولها قد تصيبها بالحزن ولن تتحقق لها السعادة مطلقا بصع الشرك في الموقع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة